المطلوب 16.5 مليار دينار بالعملة الأجنبية منهم 10.3 مجهولي الهوي هي يعني وعليش شنوع علاقت هيدا بصدق النقد الدولي خلص صدق النقد الدولي مش يعطيك هيدا الكل هو مش يعطيك كان كثرة جزء منه هاك ززء مليار كل عام بتاخد 500-500-500 لكن بضبط معروف هو يضمن فيك هيدا معروف هيدا سبب اتفاقات صدق النقد الدولي مش يعطيك الفلوس فمناس خالطة تقولك شنوع مش يعطيك تحكيه فرق هو الضمان لأنو الاخرين يعطيوك بايش يعطيوك بتودان تيري تنجم طب ما كانش ترسيلك في العشرين وثلاثين في المياه تودان تيري وزيد ويقولك بعد خمسة سنين تدخل للمجال متعبش يززروك اما على الأقل في علاق بصدق النقد الدولي اقل اذا كان فهم خيار اخر بلان بي بغض النظر لصدق النقد الدولي يقولوا انه اما هيدا موضوع اساسي انا في رأي هيدا اهم الميزانية والامور السياسية ولي تحب انت هو زيارة القادمة بتعجميع صدق النقد الدولي شنية تعاملوا معهم شنو مطروح شنو مطروح هو اللي ساير سيموز حاجة غريبة برش احنا قانون المالية في 21-22 كانت احد الفرضيات اول مرة في تاريخ البلاد انه يتم برام عقد مع صندوق النقد الدولي يعني اول مرة تتحط في قانون المالية كفرضية ايه لأول مرة مش اول مرة التجأنا الى صندوق النقد الدولي والفرضية الثانية القيام بإصلاحات اقتصادية تخلي يعني اسباس بيجيتير بيش تعمل الاستثمارات العمومية هذو هما صاروش الزوس قاعدين دونلي موبيليزم دونلي ناكسيو معناها حالة جمود اقتصادي ما نشقع عند دين نعمل في حتى اصلاح اقتصادي المفارقة انه قانون مالية سنة 24-23 فيه تقريبا تطبيق لما يسمى باملاءات صندوق النقد الدولي وهو في نهاية الامر اكل الاربعمية اللي قالوا همنا ايطارات الجمهورية تشاركوا وعملوا اجتماعات وخرجوا برنامج تدموا لصندوق النقد الدولي ولجنة الخبراء قبلت هما يقولون املاءات وسيد رأي الجمهورية امضى على قوانين المالية اللي نحكي عليها المفارقة اللي احنا قاعدين نطبقوا في ما يسمى باملاءات صندوق النقد الدولي ولكن ما نيش نقترضه من صندوق النقد الدولي اللي يسمح لك هو بيش تقترضه بنسبة فايدة منخفضة قاعدين نتسلفوا بعشرة في المياه من البنك الافريقي للتصدير والتوريد تغرمنا به السنوات الاخيرة ولينا نتسلفوا منه برجة اللي رأس ماله اساسا هو جزائري وذلك عليش باي عشرة فاصل عشرة فاصل طارق عشرة فاصل ثلاثة واحنا نحقه في قديش نسبة نمو 0.9 في 23 اللي هي بيش طهبت تقريبا 0.5 في المياه شو معناها معناها قاعد نحمل في الأجيال المقبلة سوء تصرف في الخيارات التالي بش نعطيكم مرقم آخر بالحق معناها شوكون في 23 الفاويد اللي خرجت في قانون ماليه سنة 23 تعديلي أكثر بستة مئة مليار مش عشين مليار اللي حدنا عليه على البيانات وقال قد يش تمول من شركة أهلية ستة مئة مليار معناها الفرق ما بين المتوقع تارق وما بين شتم دفعه في قانون ماليه تعديلي منين جاي ستمية مليار فرق كلفة إضافية من الاقتراض الداخلي بسيتي معناها رقاع الخزينة أكور تاري مش ألون تاري مخطر البنوك ماش قاعد تسلم دونك أنا الموراليتي دي ستوا آه موراليتي دي ستوا كي ينتي قاعد تطبق تقريبا في في شروط أو الأمليات صندوق النقد الدولي في علاقة بالدعم والوظيفة العمومية عدد عدد الموظفين مثلا من قص ألف وتسعمائل وخمسين تقريبا ألفين لا 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 أي ما هذي هو المطلوب هو لمسة الاريال تقريبا تقريبا بالاملاءات والإصلاحات الظرورية اللي يجب نعملوها أنا ما هو ما يسميوها إملايات أنا استعملت قلت بين قاوسي نسموها إصلاحات ضرورية يجب تتعمل تقريبا يمكن أول مرة رقم الموظفين انخفض لمسة الاريال بتزيد ما بين 23 و 24 بتزيد 4.1% معناها نصف نسبة تضخف أقل من نصف معناها الموظفين التوانسة اللي يسمعوا فينا رأوا المقدرة الشرائية متاحهم بيش تزيد التأكل في السنة المقبلة دونكي قاعد أنا نعمل في معناها بياها يا سيدي الشروط ولا اللي هو يا سيدي نقترف أنا بنسبة فايدة على الأقل مقبولة 2.3% وتسمح لي لحظة فقط كلمة فقط لأ وتسمح لي قروض من دول الصديقة والشقيقة كان مزايرش كون ينجم يقرضنا بنسبة فايدة معقولة خير ملي نقطة رضب 10% واحدش في لي